يعد المعرض الدولي الصناعي للمياه وتأسيسات المياه والصرف الصحي في إيران أكبر حدث صناعي وتجاري في إيران في هذا المجال وعلى الرغم من إلغاء العقوبات على إيران والاتفاق النووي الذي أنجز مؤخرا لا تزال الشركات الإيرانية تتطلع للاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وبتجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال والدول العربية بشكل خاص مراسلنا في تهران أحامي حامدي استقصى وجهات نظر القائمين على الشركات الإيرانية فرص الاستثمار في إيران في مجال المياه والكهرباء والطاقة كثيرة جدا بعد الاتفاق النووي ونظرا إلى المشاكل والصعوبات التي واجهتنا في سنوات العقوبات أظن أن أهم الاستثمارات يمكن أن تتركز في مجال أجهزة تحلية مياه البحر وكما تعلمون فإن جزءا كبيرا من إيران يعاني فقر المياه وهذا التهديد يزداد كل يوم ولذلك فإن الاستثمار في هذا المجال مفيد للغاية ويتمتع المستثمرون في الدول العربية في المنطقة بخبرة كبيرة في هذا المجال وفي الإمارات والسعودية خاصة حيث يعفرون جزءا كبيرا من المياه التي يحتاجون إليها من البحر صحيح أن إيران تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال لكن الجزء الأكبر من المياه المستهلكة في إيران يأتي من الآبار والقنوات بينما تتمتع الدول العربية في منطقة الخليج بخبرة واسعة في هذا المجال نظرا إلى أنها تواجه هذه المشكلة منذ زمن بعيد ويمكننا أن نستفيد من خبراتها في مجال تنقية تحلية المياه إذ تستطيع هذه الدول الاستثمار في إيران وحكومتنا تستقبل هذا النوع من الاستثمارات ومن المستثمرين العرب خاصة بالنظر إلى سعة السوق الكبيرة والمشاريع العظيمة في إيران في مجال استثمار تنقية المياه والصرف خاصة بعد إلغاء العقوبات على إيران فنحن في حاجة كبيرة في بلدنا إلى الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجالات منها خطوط الأنابيب وتنقية مياه الصرف وتحلية المياه والمحافظة على الموارد المائية ولا شك في أن التعاون بين إيران والدول العربية المجاورة والاستثمارات المشتركة والمصالح المشتركة بين مختلف الدول يمكن أن تقوي هذه العلاقات من الناحيتين الاقتصادية والسياسية خاصة بالنظر إلى الظروف الراهنة في المنطقة ويمكن لهذه الاستثمارات والتعاون المشترك أن تكون حلا للأزمة القائمة في المنطقة والطريق إلى تضامن مشترك يزيد عدد سكان بلدنا على 75 مليون نسمة ونحن نحتاج كثيرا إلى الماء في المناطق القروية والحضرية المناخ في إيران شبه جاف ومعدل الهطل المطري لا يتجاوز ثلث معدل الهطل العالمي إذ يبلغ 250 مليمترا وأرض إيران واسعة ونحن في حاجة إلى الاستثمار في مجال مشاريع الري والصرف وبناء شبكات الصرف ومحطات تنقية مياه الصرف وخطوط نقل المياه وشبكات الري الحضرية ومحطات التنقية الصناعية ومحطة توليد الطاقة وتصنع أجهزة تحلية المياه ولجميع هذه المجالات عروض جاهزة في وزارة الطاقة الإيرانية ويمكن للمستثمرين العرب استثمارها والعمل عليها نحن نستقبل المستثمرين العرب فهم إخوتنا من حيث الدين ولطالما كانت بيننا علاقة تاريخية قوية ويجب أن نضع الخلاف جانبا فنحن لسنا منفصلين عن المنطقة ومنصرنا واحد وأمننا واحد إذن يجب علينا العمل معا والتعامل مع بعضنا بعضا فنحن نستطيع مساعدة بعضنا في كثير من المجالات منها المياه ونستطيع أيضا أن نستفيد من خبرات الدول العربية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر